الحاجة الوحيدة اللي انا حطتها في دماغي ان انا ما اتكلش على حد بعد ما انا فكرت ان انا اطلعش في شغل حطت في دماغي ان انا لازم اعمل نفسي بنفسي خدت شقة وحر نفسي بصرف على نفسي كل حاجة بعملها نفسي ما احطتش في دماغي ان انا اتكل على حد انا اسمي هيسن فايز من محافظة السهاج بس انا حاليا مقيم في اكتوبر شغلي كله في اكتوبر انا سني 35 انا لما كان عندي 25 سنة او 26 كنت شغل سواء معي رخصة محنية كنت شغل على المكروباز فحصل لي مشكلة في الشبكية مشكلة الاتهابات فراحت للدكتور فضل علي علاج كده وكرتوزون ومشيت عليه فاهملنا شوية في الكورتوزون عمل مشكلة فالاتهابات زادت فعملت لي مشكلة في الشبكية بعد كده خدت فترة في البيت فلقيت ان الدنيا مش حلوة معي فقررت ان انا هشوف شغل فجيت هنا مصر اشتغلت في جامعية وتعلمت فيها السجاد اليدوي شغل النول وحاليا خدت فترة في الجامعية مشكلة كورونا وكده فالدنيا ما بيتش في شغل فضلرت ان انا اخد شغل الواحدي يعني عمل شغل الواحدي عملت المشروع ده الواحدي هنا في الشقة اللي انا فيها دي انا تعبت لما قلت ادور على شغل هذه المشكلة عشان انا فيه مشكلة الشغل ضعيف فانا تعبت فهو ده الشغل اللي انا لقيته قدام يعني عشان كده احنا بنقول لازم يبقى فيه مجال للشغل اللي المكفوفين اساسا دي الشغل ده عايزي دماغي انت ازاي تنصق الالوان ازاي تعسم الوانك تشغل دماغك تعمل اي حاجة مش موضوع صعب النظر انا بالنسبالي اول نظر على ايه تعثير بس اه ما اظنش ان لهو تعثير في الشغل ممكن اعمل اي حاجة بجيب البكر دماغي بحطه اه على جنب اعرف ده لون ايه ده لون ايه بحط انا فيه جردل عندي كزا جردل فيه كزا لون بحط البيض على جنب والنباتي والالوان انا عارف الالوان انا قدام لما مسكت اللون في ايدي بعرفه ده ايه اه ممكن اه اه فيه لون يزغ مني بس لا انا برتبهم بحطهم كده بالترتيب بعرفهم على حسب وانا عندي خبرة يعني انا خدت الخبرة وتعودت على الموضوع ده بنصق الالوان وبعمل الخطوط دي انا بعمل اشكال كتير انا خدت يعني بمرة عملت اه 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 رامات في المفرش زي نظام هرم كده عملته على جزئين بس اه يعني ده بياخد وقت معايا بس اه ممكن اضلعه مش طعب عليه هو لو اللون دخل في اللون المفرش بتاعي بوز يعني بس انا ببعمل حسابي باب حط الله نبيتي في جردل لوحده في جردلوحده كل الهوم مع واحد وكدا والبقر الكبير بخليه على جنبه برضي ببعارف سنة تعبت يعني الموضوع ده مش سهل ان انت تعمل ده كله يعني بالنسبة لي انا صعب ان انا خدت فترة ما انا طلعت من الصدمة اللي انا وقعت فيها دي يعني انا نزلت فيها مش سهل ان انت تطلع منها بس انا اعملي ما لقيتش فيه فايدة لازم نطلع من اللي احنا فيه فحاولت تحدد نفسي بالمصر يعني محتاجين ان هم يشتغلوا المكفوفين بالذات يعني مش خمسة في المية هو قاعد في البيت لا هو ينزل شغل التعبية وتغليف يعمل ايه هو ده ضلمة انا تعودت على الشغل اه هيبقى سهل بس فيه الناس يعني معجزة الموضوع ده بالفاكرة ان هو مش عارف انا عندي استعداد اعمل ايه حاجة مش موضوع ان انا كفيف خلاص انا فيه حاجة راحت مني بس انا فيه اعضاء كتير ممكن تشتغل الدعم اللي احنا محتاجينه ان المشروع ده ممكن يعني المختصين يبص على المشروع بتاعي يعني ممكن احنا نزود اه فيه ناس كتيرة مكفوفين مش شغالة ممكن احنا نعمل بدلا ان نقول ثلاثة واربعة وخمسة ويبقى فيه اماكن للعرض يعني ممكن احنا يعملون اماكن ان احنا نعرض فيه منتجاتنا ويبقى فيه قبال على الموضوع استقبلا يعني انا قدامي هدف كتير انا بحاول اعملها انا عايز اكبر مشروعي هو ده يعني اعتبر المستعب البداعي ويبقى فيه شغل يعني ممكن انا اشتغل شغلي تاني جنب الشغل بتاعي اشتغل شغل